لا تزال سبهة تشهد اشتباكات منذ أكثر من أسبوعين في محيط مقر اللواء السادس مشات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ما خلف عددا من القتلى والجرحى وسط مطالبات بإرسال قوة من الشمال لوقف القتال في المدينة وتأمينها الناطق باسم مركز سبهة طبي يسام الوافي قال إن المركز استقبل منذ بداية الاشتباكات ستة قتلى واثني عشر جريحا حالتهم متفاوتة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عربت عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري الذي تشهده المدينة مطالبة بوقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المكتظة بالسكان وفي إطار مساعي فرض التهديئة في المنطقة أعلن المجلس الرئاسي تشكيل لجنة من حكومة الوفاق وأعضاء مجلسي النواب والدولة للوقوف على تحقيق التهديئة وإعادة الاستقرار إلى الجنوب مجددا حرصه على أمن الجنوب واستقراره ومحاربة أي مجموعات من خارج البلاد من جهتهم طالب عدد من أعضاء الجنوب بالمجلس الأعلى للدولة المجلس الرئاسي بالعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وإرسال قوة مهمتها حفظ الأمن وحماية المدنيين كما بحث رئيس المجلس الرئاسي فايزة سراج مع أعضاء من مجلس النواب من المنطقة الجنوبية كيفية العمل على إنهاء الاقتتال الدائر في سبهة إنسانيا قدم الهلال الأحمر فرع سبهة مساعدات غذائية وطبية إلى النازحين بعد أن فتحت أغلب مدارس سبهة أبوابها لاستقبال العائلات النازحة والتي بلغ عددها حوالي أربعمائة عائلة تعاني ظروفا صعبة نتيجة الحرب الدائرة في المدينة نازحين هيك تقريبا 63-65 أكثر من هيك وفي عائلات وفي إنساوين وفي حتى ناس مزال قاعدين غادي وعالقين يعني ما كونهم يطلعوا بسبب الأوضاع الأمنية استمرار التوتر الأمني بسبهة بدأ ينعكس بشكل سلبي على حياة المواطن وسط مطالبات للجهات المسؤولة بالتحرك لفرض الأمن وسيادة الدولة على كافة المنطقة الجنوبية